سلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سوف أتحدث اليوم عن نجيل متة 12 وفي أي تزعج المؤمنين وفي نجيل متة 131 لما يقول الرب يسوع الآتي لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس يعني بيكمل كمان بيقول ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي كلام آسي جدا كلام غريب يصدر من الرب يسوع رب الرحمة كيف لا يغفر لنا ولو إذا واحد شمرة نكت شمرة كفر شمرة حلف شمرة سب ولو ما بينغفر لنا بالعالم ولا بالعالم الآتي يعني أنه أنا عصرت بأي نهار صار معي مصيبة صار معي شي كفرت شتمت الله شتمت الرب يسوع أنا لن أمشي الحال إذا كملكت بدون وعية وشتمت الروح القدس لا يوجد مجال للحكاق الرب يسوع يقول لماذا هذه الأساوي كلها ممكن لهم عندهم قصد يقولون طيب أخوتي أنا بدي أقول شغلة يمكن أن تفاجئكم أكثر من هذه الأساوي اللي سوف تفكرونها أساوي أنا سأقول لكم بلا يسامح هلأ بتقولوا أنه تخالف قول الرب يسوع لا هلأ بشرح لكم ليش ومش بس إذا قالت عن دون أصد حتى اللي بيقولوا بيكفر عن أصد كمان يسامح شوف المفاجأ قداش يعني إنه إذا واحد كفر بدون أصد أوكي تخفر له طيب اللي بيكفر عن أصد كمان تخفر له وهذا الحكي مش مني يا أخوتي لأنه الملحدين عبدي الأصنام الناس الكفرة اللصوص السرقين كل هلأ الأقل ما بيدخلوا على ملكوت الله صح هلأ إذا تابوا مثل الصيامين بآخر اللحظة بيدخلوا يعني المغفرة موجودة لما نرتكب عن قصد أو بلا قصد نحن بصلاة نقول اخفر لنا يا رب إذا عملنا أشياء أمامك بقصد أو بدون قصد بمعرفة أو بدون معرفة كلام الأباء واضح بمعرفة أو بدون معرفة لأنه حتى كل إنسان هلأ بأي لحظة بيعمل شيء مقصود بيعمل شيء مقصود بيرجع بيتوب عنه خلص الله بيخفر له لأنه عرف زم تبعه لأنه روح الله بعدها عب تشتغل جويته ما في شرير ما في شرير داخله الشيطان وبيرجع بفكر بيقول لأ الأمر اللي عملته هيدا أمر مؤسف ومش لازم لازم روح أعتذر أنا اليوم ادعس تأجر واحد غلطت مع واحد بروح أعتذر ما في واحد في قلبه شيطان الشيطان لا يعتذر الشيطان ليس عنده تراجع عن العمل السيء اللي عمله بيصر على عمله السيء ويكمل السيء بالأسوأ إنما الإنسان اللي بده يعتذر والتي تراجع عن غلطه هيدا إنسان لا يذال يعمل بقلبه روح الله أي الروح القدس بعدها حي يقلبه بعدها بقلبه وغير تنقظه وغير تبالت تطلع وغير يستسمح وغير يعتذر وهيدا أمر جيد رائع في خلاصه. وهنا الرب يسوع كان يتجادر و يتحدث مع الفرسيين وهو يطلع الشيطان أو الشيطان من واحد. الفرسيين قالوا أنه هذا أكيد في قلبه يتعامل مع الشيطان. عنده الرب يسوع كان جوابه خاص للفرسيين ما يقوله خاص نص للفرسيين كان لأنه جدفوا على روح الله لأنه اعتبروا أن روح الرب يسوع روح الآب و روح الروح القدس و روح الابن اعتبروه أنه نجسه و ما حدا تجرأ يعمل هذا الأمر إلا الشيطان نفسه. هو الذي تجرأ وتطاول على الله و شفت ما يشتر فيه هذا الشيطان. الفرسيين أخذوا دور الشيطان و تطاولوا على الثالوس الرب الاب و الابن و روح القدس. هنا الرب كان فورا بمواجهة معهم و قالهم سبيتوني تتسامحوا. سبيتوا الله تتسامحوا. لكن الروح القدس لا. لماذا؟ لأن الروح القدس هو الذي يعمل فينا. هو الروح داخل فينا الذي يعمل فينا. يشتموا و ينكروا و يهينوا جوهر محبة الله و جوهر الله. لماذا تتحدث عن الروح القدس؟ لكن كل إنسان يصبح كما كان الفرسيين يعملون. عنده إصرار على رفض عمل الروح القدس. على رفض الإيمان. لن يخفر له. لا بها الدنيا ولا بعدين. لأنه سكر على كلمة الله و سكر على الله. لا أريد أن الله موجود في حياته. هذا هو أصد باختصار الرب يسوع لما قاله كل من يجذف على الروح القدس لن يخفر له. الأصدار على رفض الله. و أريد أن أقول أن الإخوة المعجلين تسامح من مصابه الروح القدس. والذي سامح شاول وغيره لن يسامح أحد يغلط أو يطاول أو يشتم أو ينكت أو يهين ولكن الشرط أن الإنسان يطلب التوبة بدون توبة لا يوجد أي مسامحة أو غفران إذا لم تعلن التوبة عن الأمر الذي تفعله التجديد على الروح القدس هو الرفض الكامل الدائم لكل عمل للروح القدس بالقلب رفض التام رفض بيستمر مدى الحياة هذا هو أصد الله لا توجد خطية على الأرض بدون مغفرة إلا التي بلا توبة كل خطية بلا توبة كل خطية بلا توبة ما لا غفران لكن كل خطية مع توبة إلى أكيد غفران علاقة الروح القدس يا أخوتي هي أنه علاقة واضحة بالإنسان وبيننا وبين الله الذي أرسلنا الروح القدس حتى يعمل فينا نحن لما نسكر على الروح القدس يعني نسكر على الثالوس لما نتحدث عن الروح القدس يعني لا أريد أن أقول لكم أنه ليس كأنه نحن نعمل ساعتها عمل الشيطان ونسكر ونرفض عمل الروح القدس إلا الشيطان يسعى من بداية وجوده إلى الآن أن يسكر على عمل الروح القدس التوبة هي التي تأتي في المقام الأول حتى نستطيع أو يستطيع الله أن يغفر لنا خطيتنا والذي يرفض الروح القدس والذي لا يتوب ولا يأتي بثمار روحي وما تنسوا يا أخوتي كمان الإنجيل ما يقولنا فإذا مات الإنسان في خطياه بلا توبة حين إز يهلك حسب قول الرب إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون هلأ يا أخوتي بقلكم باختصار يعني بالنهاية ما ذا إذا رفض الإنسان كل عمل للروح ثم عاد وقبله وتاب كل أعمال الروح رفضها ويقولوا نقول أن توبته وقبوله للروح ولو في آخر العمر يدلان على أنه روح الله ما زال يعمل فيه ويقتاده للتوبة إذا لم يكن رفضه للروح رفضا كاملا دائما مدى الحياة فحاله كهذه ليست هي تشديف على الروح القدس حسب التعريف الذي ذكرناه كل الإسكرناه قبل إذا إذا واحد كان رفض الروح القدس وعاد وقبله بعدين إذا بعض الروح القدس بقلبه حي بعضه عبقوده نحو التوبة الوقوع بالخطيئة طبعا أمر خطير جدا إنما التوبة عنها والاعتراف فيها هو اللي بنال الغفران وهي دي أخوتي حرب من حروب الشيطان اللي بخلينا على طول ننكر الله وننكر الروح القدس قوم قد ما فيكن أبو الكذابين الشيطان وعرفوا يا أخوتي إنه بالتوبة بيخفر لقالكم المهم إنه تكون طوبة صادقة وحتى بقالكم يا أخوتي شو ما كان عملكم شو ما كنتم عاملين بيخفر لكم يا أخوتي إن الله مستعد دائما أن يغفر ولا يوجد شيء يمنع مغفرته مطلقا ولكن المهم أن يتوب الإنسان ليستحق المغفرة هذه من أقوال الأباء الله مستعد دائما أن يغفر بس الإنسان لازم يتوب فإن رفض الإنسان التوبة يظل الرب ينتظر توبته وشوف شو حلو مثل ابن الضال فإن رفض الإنسان التوبة يظل الرب ينتظر توبته ولو في آخر لحظات الحياة كما حدث مع اللص اليمين فإن رفض الإنسان أن يتوب مدى الحياة ورفض كل عمل للروح فيه إلى ساعة موته يكون هو السبب في هلاك نفسه في هلاك روحه وليس الله الرحوم بل هو السبب وإن عاد فالرب طبعا بيخفر ولكن هذا الشيء لا يترك حالنا لآخر ساعة لأننا نعرف أننا نموت دعوا كل لحظة بحياتنا ونصح عليكم كل لحظة بحياتنا تكون لحظة طوبة وتعودة ما قالنا؟ لو كل يوم يا أخوتي يا رب أنا طيب اغفر لي أنا غلطان تلبوا المغفرة والطوبة ولو كل يوم أمين